تتزايد المخاوف من الاغتيالات في العراق وسط خشية من انعكاسها على الانتخابات النيابية المبكرة المرتقبة في أكتوبر المقبل فموجة الاغتيالات حصدت في الأوينة الأخيرة ناشطين وصحفيين وتبقى إلى الآن من دون محاسبة ورفضاً لهذه الاغتيالات خرجت تظاهرات في الشوارع العراقية طالبت أيضاً بالإفراج عن المعتقلين فمي يوقف مسلسل اغتيال في العراق وهل ينعكس على مصير الانتخابات المبكرة؟ من بغداد الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريف معنا الليلة سيد أحمد أهلاً بك معنا دائماً في غرفة الأخبار يعني ليست المرة الأولى التي نتحدث فيها عن هذه التحركات عن هذه التظاهرات التي تخرج اليوم تطالب بالكشف عن قاتلين ناشطين السياسيين هل تتحقق سيد أحمد مطالب المتظاهرين؟ وما الذي يجعل المسؤولين عن عمليات الاغتيال والتهديدات حتى الساعة أحراراً؟ بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن هناك معضلة سياسية يسعى الرأي العام العراقي إلى حلها وبإتباع الوسائل الديمقراطية والمعضلة من حيث التوصيف أن هناك منتظم سياسي لا يؤمن بالتداول السلمي للسلطة وهو يرغب في التشبث بالسلطة والبقاء كواقع حال مفروض على العراقيين مقابل ذلك هناك إرادة جماهرية ترى أن التغيير ضرورة لعادة الحقوق للرأي العام العراقي التي سلبت من قبل الأحزاب فمارست وسائل ديمقراطية عبر الانتخابات وجدت أن التزوير ومسألة المال السياسي وما إلى ذلك قيد الإرادة الحرة لصالح الإرادة الحزبية واستمرت هذه الأحزاب في بقاءها بالسلطة رغم الشعب وهو بالحقيقة في النظمة الديمقراطية هو مصدر السلطات مالت القوى المعارضة إلى تبني خيار التظاهر بوصفه حقا دستوريا تنقى معها وإسكاتها بالقوة ولا زالت مستمرة وحتى التظاهرات اليوم كان العدد محدود ليس محدود لأنه لا توجد قناعة في التظاهرات وإنما لا توجد قناعة في أن التظاهرات قد تؤدي إلى إيجاد ضواغط على صانع القرار السياسي هناك حلقة مغلقة هذه الحلقة المغلقة هي التي تأتي بالرئاسات هي التي تتحكم بالمؤسسات هي التي تصنع الظاهرة الاجتماعية وتوجهها بحسب رؤى وتوجهات حزبية لكن يؤكدوا صلى أحمد أن هذه الاغتيالات تحقق أهدافها نعم بالحقيقة تم إسكات أصوات المعارضين ونتيجة خوف وهلع زرعة في نفوس القوى المعارضة هناك الصامت والدليل محدودية التظاهرات التي جرت اليوم لذلك في تقدير أن نتجه باتجاه خيار قد يكون هو الخيار الأمثل وهو خيار التدويل لأن التشبث الحزبي سيطر على مفاصل الدولة وتحكم بها بطريقة غريبة لا يوجد متنفس الآن إلى الإرادة الجماهيرية بأحداث فعل التغيير إلا بتدخل دولي أي بمعنى التدويل وبالمناسبة هذه قضية تبناها حامد دستور وعن به رئيس الجمهورية حينما قال أن الفساد سنشرع له قانون وهذا القانون سيخضع إلى المراقبة وإلى الرعاية الدولية لكن أيضا أستاذ أحمد الفريق الآخر يعتبر أن هذا الاختراح الذي ذكرته الآن خلال التدويل البعض يعتبر تدخل مباشر في شؤون الدولة العراقية حتى البعض يرى أن وراء هذه الاختيالات لربما دول كبرى تسعى من خلالها لربما إلى الوصول إلى أهداف سياسية في الداخل العراقي اليوم سينجح هؤلاء بالقول أن الانتخابات المبكرة لا يمكن القيام بها في ظل هذه البيئة غير المؤاتية أمنيا في الداخل العراقي نعم بالحقيقة هذه قضية متفقة عليها ولكن حتى الأحزاب التي تعترض هي لا تنطلق من مطلقات وطنية ولا تحمل مشروعا وطنيا ولو كانت كذلك لحق قد قناعات عند الرأي العام العراقي وراهنت على رصيدها الجماهيري الحقيقي وليس عبر الابتزاز والمساومة للرأي العام العراقي عبر المناصب وعبر الامتيازات اللي تخبونها حتى تبقون في تعييناتكم وفي وظائفكم المناسبة حتى بعض الأحيان الرعاية الاجتماعية والخدمات التي تقدم هي تقدم بدوافع حزبية فإذن حتى الجهة التي تعترض على التدويل هي تتأثر بالتوازلات الإقليمية وتستدعي الأزمات الإقليمية للداخل العراقي وحتى نكون صريحين في هذه النقطة المطالبة بخروج الأمريكان والتحالف الدولي ليس رغبة في تحقيق السيادة الوطنية والاعتماد على مؤسسات الدولة الضامنة وعني بها الداخلية والدفاع وإنما من أجل الاستجابة إلى ضغوط الإقليمية وبالتحديد إيران ترغب في خروج الأمريكان وإذا خرجوا الأمريكان فمعنى ذلك أن الاحتلال التركي العسكري سيستمر والاحتلال للإرادة السياسية الإيراني سيستمر ويبقى العبث الإقليمي في الظاهرة السياسية والظاهرة الاجتماعية قائمة واللقمة الجماهرية متحققة ويبقى المشروع السياسي في العراق معطل ويبقى مسلسل الاغتيالات مستمر أيضا أستاذ أحمد اليوم نتساءل في هذا المحور ما يتحمل مسؤولية هذه يعني الاغتيالات وهل حكومة الكاظمي قادرة على مواجهة هذا المسلسل بل عاجزة والدليل أن مشوار طويل قطعته هذه الحكومة دون أن تعطي إجابات حول من الذي قتل من هو الطرف الثالث الذي افترضته فرضية لم نجد لها إجابة لحد الآن ثم ثلثة كما وصفت منظمات حقوق الإنسان أن ثلثة الاغتيالات جرت في ظل حكومة السيد الكاظمي وبالمناسبة كان يفترض أن حكومة الكاظمي تكون جزء تجزع من المنظومة العسكرية وتفعل دور المؤسسات الضامنة لعملية التداول السلمي للسلطة وهي كل من الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الأرهاب في تقديري أن هذه المؤسسات الثلاث عانت بالانتكاسة في فترة الكاظمي كما كانت في عهد عبد المهدي السبب لأنه لم يكن هناك استراتيجية واضحة جدا والقيادة لا تبتلك خلفية عسكرية قادرة على أن تفرض إرادتها على المؤسسات وتقلع المؤسسات في تحسين أدائها لأنه بالحقيقة معظم الشخصيات تنتقيهم والأحزاب انتقاء دقيق جدا على أن لا يكون لديه أي خلفية عسكرية لذلك يفشل في التعامل مع المؤسسة العسكرية أو الأمنية وحتى جهاز مكافأة الإرهاب في أن يجعل يؤدي دور الوظيف الدستوري في إعطاء ضمانات للرأي العام العراقي أن التداول السلمي سيجري بالشكل الطبيعي الاعتماد على الميليشيات والأجلحة المسلحة حاضرة جدا والدليل ابتزاز الرأي العام في استعراضات سبقة الانتخابات شكرا جزيلا للخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريف على المشاركة الليلة من بغداد